جدد وزير الخارجية سمح شكري رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة مؤكدا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق وخلال مشاورات سياسية مع ناليدي بندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا أضح شكري الأهمية التي تريها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي التي بدأت في أبريل كما أكد شكري تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع ويترأس من ناحية أخرى وزيره الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المصرية الجنوب أفريقيا المشتركة في وقت لاحق ترجمة نانسي قنقر